اشتركوا في القناة وصلت فيها للموت على حد وصفها طيب ايه قصة مرض ياسمين عبدالعزيز الجديد والوعقة الصحية اللي تعرضت لها خلال الايام اللي فاتت وفقا للنشارته وسائل اعلام متخصصة في الشأن الفني فالفنانة ياسمين عبدالعزيز دخلت المستشفى يوم الخميس اللي فات بعد تعرضها الازمة الصحية كبيرة واللي حصلت لها بشكل مفاجئ وقالت التقارير ان الفنانة ياسمين عبدالعزيز عانت من مضاعفات الجراحة الاخيرة اللي خضعت لها قبل كده وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز دخلت المستشفى في 11 يوليو اللي فات لاجراء عملية جراحية وفي 17 يوليو كتب الفنان احمد العودي ساعتها عبر صفحته بموقع فيسبوك وقتها الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين هي في العمليات ومحتاجة دعوتكم اللهم انك انت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها وغابت ياسمين عبدالعزيز عن دراما رمضان 2022 وذلك بعد نجحها في مسلسل اللي مالوش كبير برمضان 2021 اللي كانت بتدور احداثه حول اكبار والد غزل ابنته اللي بتجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز على الزواج من رجل اعمال ساري بالرغم من فارق السن الكبير بينهم فتضطرها الظروف ان هي تصبح اسيا وقوية عشان تتعامل مع المحيطين بها وبتتعرف على الشاب بسيف الخديوي وبتقع في حبه اشتركوا في القناة